حدثناه شيم أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد عن عبد الله بن مالك أن أخت عقبة بن عامر نظرت أن تحج ماشية فسأل عقبة عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهاف التركب فظن أنه لم يفهم عنه فلما خل من كان عنده عاد فسأله فقال مرهاف التركب فإن لها عز وجل عن تعذيب أختك نفسها لغني حثناه شيم أخبرني يونس عن الحسن عن عقبة بن عامر الجهاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرة بعد أربع حثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثدي بن عبد الله اليزاني عن عقبة بن عامر الجهاني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب وعليه فروج حرير وهو القباء فلما قضى صلاته نزاعه نزعا عنيفا وقال إن هذا لا ينبغي للمتقين حنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة تجيبي عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليدخل الجنة صاحب مكس يعني العشارة حثنا محمد بن أبي عادي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثدي بن عبد الله اليزاني عن أبي عبد الرحمن الجهاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم خالفه عبد الحميد بن جعفر وابن لهي عاتقالا عن أبي بصرة حدثنا أبو عاصمين عن عبد الحميد بن جعفر قال أبو بصرة يعني في حديث ابن أبي عادي عن ابن إسحاق حدثنا الوليد بن مسلمين قال حدثنا أبن جابر عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عقبة بن عامر قال بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقاب من تلك النقاب إذ قال لي عقبة ألا تركب قال فأجلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبه ثم قال يا عقيب ألا تركب قال فأشفقت أن تكون معصية قال فنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبته هنية ثم ركبا ثم قال يا عقيب ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس قال قلت بلى يا رسول الله قال فأقرأني قل أعوذ بي رب الفلق وقل أعوذ بي رب الناس ثم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما بهما ثم مر بي قال كيف رأيت يا عقيب أقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت قال أبو عبد الرحمن هو عقبة بن عامري بن عابس وقال ابن عبس الجهاني حسن حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبو عبد الرحمن أخبره أن أبن عابس الجهاني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبن عابس ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ المتعوذون قال قلت بلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أعوذ بي رب الفلق وقل أعوذ بي رب الناس هاتين سورتين حسن حسن قال حدثنا أبن لهيعة قال حدثنا أبو عشانة أنه سمع عقبة بن عامر يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من إذكر ثلاثة من صلبيه فاحتسبهم على الله عز وجل فقال أبو عشانة مرة في سبيل الله ولم يقولها مرة أخرى وجبت له الجنة حسن حفص بن غياث عن إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي سورتين فتعوذوا بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن يعني المعوذتين حسن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلامين عن عبد الله الأزرق عن عقبة بن عامر الجهاني قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يدخل الثلاثة بالساهم الواحد الجنة صانيعه يحتسب في صنعته الخير والممدة به والرامي به وقال ارموا واركبوا وأن ترموا أحبوا إلي من أن تركبوا وأن كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمية الرجل بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق ومن نسي الرمية بعدما علمه فقد كفر الذي علمه حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير مرث دي بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين حدثني يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرث دي بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق شروطي أن يوفى به ما استحلتم به الفروجة حدثني يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قل أعوذ بي رب الناس إلى آخر السورة وقل أعوذ بي رب الفلق إلى آخر السورة حدثني يحيى بن سعيد عن هشامين الدستوئي قال حدثني يحيى عن بعجة بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه فأصاب عقبة بن عامر جذعة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ضحي بها حثن الحكم بن نافع قال حدثني أبن عياش عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلامي عن أبي علي الهمدني قال خرجت في سفر ومعنا عقبة بن عامر قال فقلنا له إنك يرحمك الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنا فقال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر الجهني أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر والتركب والتصوم ثلاثة أيامين حثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أبو الخيري أنه سمع عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل إن كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فان فكت حلقة ثم عمل حسنة أخر فان فكت حلقة أخر حتى يخرج إلى الأرض حثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال حدثنا حرملة بن عمران قال حدثني عبد العزيز بن عبد الملك بن مليل السليحي وهم إلى قضاعة حدثني أبي قال كنت مع عقبة بن عامر جالسا قريبا من المنبري يوم الجمعة فخرج محمد بن أبي حذي فتفاست وعلى المنبري فخطب الناس ثم قرأ عليهم سورة من القرآن قال وكان من أقرأ الناس قال فقال عقبة بن عامر صدق الله ورسوله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقرأ أن القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق الساهم من الرمية حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة أخبرني يزيد بن عمر المعافري عمن سمع عقبة بن عامر يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا فاستأذنته أن نأكل من الصدقة فأذن لنا حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين يعني ابن سعد قال حدثني عمر يعني ابن الحريث عن أبي عشانة أنه سمع عقبة بن عامر يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه كان يمنع أهل الحلية والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين يعني ابن سعد أبو الحجاج المهري عن حرملة بن عمران تجيبي عن عقبة بن مسلمين عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت لها يعطي العبدة من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون حدثنا قوتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربكم من راعي غنمين في شضية يؤذن بالصلاة ويقيم حدثنا قوتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارف بن يزيد عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أنسبكم هذه ليست بسباب على أحد وإنما أنتم ولدوا أدم طف الصاعي لم تملأوه ليس لأحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن أبي عثمانة عن جبير بن نوفير وربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وعبد الوهاب بن بخت عن الليثي بن سليمين الجهاني كلهم يحدث عن عقبة بن عامر قال قال عقبة كنا نخدم أنفسنا وكنا نتداول رعية الأبل بيننا فأصابني رعية الأبل فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يحدث الناس فأدركت من حديثه وهو يقول ما منكم أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له قال فقلت له ما أجود هذا قال فقال قائل بين يدي التي التي كان قبلها يا عقبة أجود منها فنظرت فإذا عمر بن الخطاب قال فقلت وما هي يا أبا حفص قال إنه قال قبل أن تأتي ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شيء حانا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهاني قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إن كان في شيء شفاء ففي شرطة محجمين أو شربة عسل أو كية تصيب ألما وأنا أكره الكي ولا أحبه حثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله أخبرني ابن لهيعة قال حدثني يزيد أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من عمل يومين إلا وهو يختم عليه فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته فيقول الرب عز وجل اختم له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت حدثنا علي بن إسحاق حدثنا أبن المبارك عبد الله قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاضي في العقل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا أبن لهيعة قال حدثنا أبو قبيل قال سمعت عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي الكتاب واللبان قال قيل يا رسول الله ما بال الكتاب قال يتعلمه المنافقون ثم يجادلون به الذين آمنوا فقيل وما بال اللبان قال أونس يحبون اللبان فيخرجون من الجماعات ويتركن الجمعات حسن حسن قال حدثنا أبن لهيعة قال حدثنا كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين حسن يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثنا بكر بن عمر المعافري حدثنا شعيب بن زرعة المعافري حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تخيف أنفسكم بعد أمنها قالوا وماذاك يا رسول الله قال الدينو حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد أن أبا صلى الله عليه حدثه قال حدثني خالد بن زيد قال كان عقبة يأتني فيقول اخرج بنا نرمي فأبطأت عليه ذات يومين أو تثاقلت فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدخل بالساهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه المحتسب فيه الخير والرامي به ومنبيله فرموا واركبوا ولا أن ترموا أحبوا إلي من أن تركبوا وليس من الله إلا ثلاث ملاعبة الرجل امرأته وتأديبه فرسه ورميه بقوسه ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها حدثني يحيى بن إسحاق قال حدثني أبن لهيعة عن مشرحي بنها عانى عن عقبتا بن عامر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ بالمعوذتين فإنك لم تقرأ بمثلهما حسن إسحاق بن عيسى قال حدثنا عطاف عن عبد الرحمني بن حرملتا عن رجل من جهينتا عن عقبتا بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون عليكم أئمة من بعد فإن صلوا الصلاة لوقتها فأتموا الركوع والسجود فهي لاكم ولهم وإن لم يصلوا الصلاة لوقتها ولم يتموا ركوعها ولا سجودها فهي لاكم وعليهم حسن إسحاق بن إبراهيم الرزي حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثدي بن عبد الله اليزني عن عقبتا بن عامر الجهاني قال 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 لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش حثنا عتاب يعني ابن زياد حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن شماسة يحدث عن أبي الخير قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول كفارة النذر كفارة اليمين حثنا عبد الوهاب الخفف عن سعيد عن قتادة قال ذكر أن قيسا الجهامي حدثه عن عقبة بن عامر الجهاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة فهي فككه من النار حثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن عبد الرحمن بن شماسة تجيبي قال سمعت عقبة بن عامر الجهاني يقول وهو على منبري مصر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمر إن يبيع على بيع أخيه حتى يذره حثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة تجيبي عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمر إن مسلمين يخطبوا على خطبة أخيه حتى يترك ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن مرثدي بن عبد الله اليزني ويزن بطن من حمير قال قدم علينا أبو أيوب خالد بن زيد الأنصري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصر غازيا وكان عقبة بن عامر بن عبس الجهاني أمره علينا معاوية بن أبي صفيان قال فحبس عقبة بن عامر بالمغرب فلما صل قام إليه أبو أيوب الأنصري فقال له عقبة أكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب أما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم قال فقال بل قال فما حملك على ما صنعت قال شغلت قال فقال أبو أيوب وأما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا حسن حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا بكر بن سوادة عن أبي سعيد جهثل القطباني عن أبي تميمين الجيشاني عن عقبة بن عامر أن أخت عقبة نذرت في ابن لهالة حجن حافية بغير خمار فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تحج راكبة مختمرة وتصوم حسن حسن قال حدثنا أبن لهيعة حدثنا كعب بن علقمة عن كثير مولى عقبة بن عامر الجهني عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ستلى مؤمنا كان كمن أحيا موؤدة من قبرها حدثنا حسن بن موسى وموسى بن داود قال حدثنا أبن لهيعة حدثنا كعب بن علقمة عن مولى لعقبة بن عامر يقال له كثير قال لقيت عقبة بن عامر فأخبرته أن لنا جيرانا يشربون الخمر قال دعهم ثم جاءه فقال ألا أدعو عليهم الشرط فقال عقبة ويحك دعهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأ عورة فسترها كان كمن أحيا موؤدة من قبرها حسن علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا حرملة بن عمران أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يحدث أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل إمريء في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال يحكم بين الناس قال يزيد وكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة أو كذا حسن أبو المغيرة حدثنا معان بن ريفاعة حدثني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي عن عقبة بن عامر قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده قال فقلت يا رسول الله ما نجيت هذا الأمر قال يا عقبة أحرص لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك قال ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي فقال يا عقبة بن عامر ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم قال قلت بل جعلني الله في ديك قال فأقرأني قل هو الله أحد وقل أعوذ بي رب الفلق وقل أعوذ بي رب الناس ثم قال يا عقبة لا تنسهن ولا تبيت ليلة حتى تقرأهن قال فما نسيتهن من منذ قال لا تنسهن وما بيت ليلة قط حتى أقرأهن قال عقبة ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال فقال يا عقبة صل من قطعك وأعطي من حرمك وأعرض عمن ظلمك حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي صلى مين عن خالدي بن زيد الأنصاري قال كنت مع عقبة بن عامر الجهني وكان رجلا يحب الرمية إذا خرج خرج بي معه فدعاني يوما فأبطأت عليه فقال تعالى أقول لا كما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدثني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدخل بالساهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه المحتسبة في صنعته الخير والرمية به ومنبله وقال ارموا واركبوا ولا أن ترموا أحبوا إلي من أن تركبوا وليس من اللهوي إلا ثلاث تأديب الرجل فرسه وملاعبته امرأته ورميه بقوسه ومن ترك الرمية بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلمين عن ابن جابر عن أبي صلامين عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علم الرمية ثم تركه بعدما علمه فهي نعمة كفرها حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيدي بن صلامين عن عبد الله بن زيد الأزرق قال كان عقبة بن عامر الجهني يخرج فيرمي كل يومين وكان يستتبعه فكأنه كده أن يمل فقال ألا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل قال سمعته يقول إن الله عز وجل يدخل بالساهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صاحبه الذي يحتسب في صنعته الخير والذي يجهز به في سبيل الله والذي يرمي به في سبيل الله وقال إرموا واركبوا وإن ترموا خير من أن تركبوا وقال كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثا رميه عن قوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق قال فثوء في عقبة وله بضع وستون أو بضع وسبعون قوسا معا مع كل قوس قرن ونبل وأوص بهن في سبيل الله حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي صلى مين عن عبد الله بن الأزرق أن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يدخل بالساهم الواحد ثلاثة الجنة فذكر الحديث حثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن عبد الرحمن بن عائذ رجل من أهل الشام قال انطلق عقبة بن عامر الجهاني إلى المسجد الأقصى ليصلي فيه فاتبعه ناس فقال ما جاء بكم قالوا صحبتك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نسير معك ونصلي مع عليك قال انزلوا فصلوا فنازلوا فصل وصلوا معه فقال حين سلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من عبد يلقى لها عز وجل لا يشرك به شيئا لم يتندى بدمين حرامين إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء حثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا كعب بن علقمة قال سمعت عبد الرحمن بن شماسة يقول أتينا أبا الخير فقال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما النذر يمين كفارتها كفارة اليمين حثنا هاشم حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر الجهاني أنه قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدميه فقلت أقرئني من سورة يوسف فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله عز وجل من قول أعوذ برب الفلق حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نوفير عن عقبة بن عامر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له بخلة شهباء فركبها فأخذ عقبة يقودها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة اقرأ فقال وما أقرأ يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قل أعوذ برب الفلق فأعادها عليه حتى قرأها فعرفها أني لم أفرح بها جدا فقال لعلكتها وأنت بيها فما قمت تصلي بشيء مثلها حثنا حجاج وهاشم قال حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صل فيه ثم انصرف فنازعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين حدثنا حجاج بن محمد حدثنا الليث بن سعد حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصل على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فراط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لا أنظر إلى الحوض ألا وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها حنا حجاج أخبرنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقومين لا يقرونا فما ترى في ذلك فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقومين فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فاخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم حتنا حجاج حدثنا ليث بن سعد حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما فقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود منها فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتنا حجاج أخبرنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم وقال الحم والموت حان أبن نمير حدثني يحيى بن سعيد عن عبد الله بن زحر الضمري أنه سمع أبا سعيد الرعيني يحدث أن عبد الله بن مالك أخبره عن عقبة بن عامر الجهاني أخبره أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة فذكر ذلك عقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر أختك فلتركب وتختمر وتصم ثلاثة أيامين حدثنا السعيد بن عمر الكلبي ويونس قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما وإذا باع من رجلين فهو للأول منهما قال أبي وقال يونس وإذا باع الرجل بيعا من رجلين حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثنا العلاء بن الحريث عن القاسم بن عبد الرحمن مولى معاوية بن أبي صفيان عن عقبة بن عامر قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته قال فقال لي ألا أعلمك سورتين لم يقرأ بمثلهما قلت بل فعلمني قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلقي فلم يرني أعجبت بهما فلما نزل الصبح فقرأ بهما ثم قال لي كيف رأيت يا عقبة حدثنا هارون حدثنا ابن وابن أخبرني جرير بن حازمين عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطاني الأبلي أو ما بارك الأبلي وقال حدثنا ابن وابن حدثني عاصم بن حاكمين عن يحيى بن أبي عمر الشيباني عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن اسحاق عن يزيد بن أبي حبيب وحدثنا أبي عن أضحك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن مرثدي بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهاني قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصل فيه بالناس المغربة فلما سلم من صلاته نزعه نزعا عنيفا ثم ألقاه فقلنا يا رسول الله قد لبسته وصليت فيه قال إن هذا لا ينبغي للمتقين حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن اسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة قال سمعت عقبة بن عامر الجهاني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل صاحب مكس الجنة يعني العشار حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازمين عن عقبة بن عامر الجهاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل علي آيات لم أرى مثلهن المعوذتين ثم قرأهما حدثنا موسى بن داود قال حدثنا أبن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وإني أريد أن أتصدق عنها قال أمرتك قال لا قال فلا تفعل حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن قيس الجوذامي عن عقبة بن عامر الجهاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتقى رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار حدثنا عبد الصمد حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق أربع ليال قال قتادة وأهل المدينة يقولون ثلاث ليال حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا أبن لهيعة حدثنا مشرح قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجرى له أجر عمله حتى يبعث حدثنا قتادة قال فيه ويؤمن من فتان القبر حان عبد الله بن يزيد حدثنا أبن لهيعة قال أبو عبد الرحمة أظنه عن مشرح عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أهل البيت أبو عبد الله وأم عبد الله وعبد الله حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا قباث بن رزيء اللخمي قال سمعت علي بن رباح اللخمي يقول سمعت عقبة بن عامر الجهاني يقول كنا جلوسا في المسجد نقرأ القرآن فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال تعلموا كتاب الله واقتنوه قال وحسبته قال وتغنوا به فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من المخاضي من العقول حثنا عبد الله بن يزيد حدثنا أبن لهيعة وهاشم حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثدي بن عبد الله اليزاني عن عقبة بن عامر الجهاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق شروطي أن توف به ما استحلتم به الفروجة حثنا عبد الله بن يزيد عن سعيدي بن أبي أيوب حدثني زهرة بن معباد عن ابن عم له أخي أبيه أنه سمع عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضع فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهو أن محمد عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شيئا حثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا ابن لهيعة حدثنا مشرح ابنها عانى أبو مصعب المعافري قال سمعت عقبة بن عامر يقول قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين قال نعم فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما حثنا أبو سعيد حدثنا ابن لهيعة حدثنا مشرح قال سمعت عقبة بن عامر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن القرآن جعل في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق حثنا أبو سعيد حدثنا ابن لهيعة حدثنا مشرح قال سمعت عقبة بن عامر يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فإنك لا تقرأ بمثلهما حثنا أبو سعيد حدثنا ابن لهيعة حدثنا مشرح عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافق أمتي قراءها حثنا حماد بن خالد حدثنا معاوية بن صالح عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن الجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة قال أبو عبد الرحمني كان حماد بن خالد حافظا وكان يحدثنا وكان يحفظ كاتبت عنه أنا ويحيى بن معي حثنا هاشم حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر بن حوشب قال سمعت رجلا يحدث عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يموت حين يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر تحل له الجنة أن يريح ريحها ولا يراها فقال رجل من قريش يقال له أبو ريحانة والله يا رسول الله أني لا أحب الجمال وأجتهيه حتى أني لا أحبه في علاقة صوتي وفي شراك نعلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذاك الكبر إن الله عز وجل جميل يحب الجمال ولكن الكبر منسفها الحق وغمص الناس بعينيه حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن بياء عن قيسي بن أبي حازمين حدثنا عقبة بن عامر الجهاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلنا الليلة لم يرى أو لا يرى مثلهن المعوذتين حدثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا أبن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قوتيبة حدثنا أبن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قوتيبة حدثنا أبن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تقره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد الحضرمي عن من حدثه عن عقبة بن عامر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول عظمين من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل الشمالي حثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر أن أبا سعيد قال يزيد الرعيني أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتختمر والتركب والتصوم ثلاثة أيامين حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثدي بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهاني قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق شروطي أن يوف به ما استحلتم به الفروج حثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر الجهاني يقول ثلاث ساعات كان ينهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أوي أن نقبر فيهن موتنا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب حتى تغرب حثنا وكيع حدثنا أبن أبي خالد عن قيسين عن عقبة بن عامر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن أوي لم نرى مثلهن يعني المعوذتين حثنا وكيع حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهنا أيام أكل وشرب حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن معذي بن عبد الله بن خبيب عن ابن الموسيب عن عقبة بن عامر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع فقال ضحي به لا بأس به حثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عبد الرحمن بن عائذ عن عقبة بن عامر الجهاني قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي لها عز وجل لا يشرك به شيئا لم يتندى بدمين حرامين دخل الجنة حثنا عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت موسى بن علي بن رباح اللخمية يقول سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهان أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتنا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وعند قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب حتى تغرب حثنا عبد الرحمن حدثنا موسى يعني ابن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يوم النحر ويوم عرفة وأيام التشريق هن عيد أهل الإسلام وهن أيام أكل وشرب حثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق ثلاث حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق ثلاثة أيامين حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أنا ابن جريج أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال إن أختي نذرت أن تمشي إلى بيت الله عز وجل فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي والتركب قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة حدثنا روح حدثنا ابن جريج حدثنا يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره فذكر الحديث حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد يعني ابن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثدي بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الرحمن الجهني قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع راكبان فلما رأهم قال كنديان مضحجيان حتى أتياه فإذا رجال من مضحج قال فدنا إليه أحدهما ليبايعه قال فلما أخذ بيده قال يا رسول الله أرأيت من رأك فآمن بك وصدقك وتبعك ماذا له قال طوبى له قال فمسح على يده فانصرفا ثم أقبل الآخر حتى أخذ بيده ليبايعه قال يا رسول الله أرأيت من آمن بك وصدقك وتبعك ولم يرك قال طوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له قال فمسح على يده فانصرفا حسن حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم أن أبا عبد الله أخبره أن أبن عابص الجهاني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبن عابص ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون قال قلت بلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الناس وأعوذ برب الفلق هاتين سورتين حانا يزيد بن هارون حدثنا أبان بن يزيد العطار عن قتادة عن نعيم بن همار عن عقبة بن عامر الجهاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول يا أبن آدم اكفيني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك حثنا سفيان عن ابن جريج قال سمعت أبا سعد الأعمى يحدث عطاء قال رحل أبو أيوب إلى عقبة بن عامر فأتى مسلمة بن مخلد فخرج إليه قال دلوني فأتى عقبة فقال حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى أحد سمعه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر على مؤمئ في الدنيا ستره الله يوم القيامة فأتراحل لته فركيب ورجع حثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني ابن صالح عن العلاء بن الحريث عن القاسم مولى معاوية عن عقبة بن عامر قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحل لتهو في السفر فقال يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قريئة قلت بل قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فلما نزل صلى بهما صلاة الغدات قال كيف ترى يا عقبة حدثنا عبد الرحمن حدثنا معاوية يعني ابن صالح عن ربيعة عن أبي أدريس الخولاني عن عقبة بن عامر قال وحدثه أبو عثمان عن جبير بن نوفير عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الأبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلمين يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصل ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة فقلت ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود منها فنظرت فإذا عمر بن الخطاب قال إني قد رأيتك جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهدوا وأشهدوا أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شيئا حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا ليث حدثنا قباث بن رزي عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر الجهاني قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتدارس القرآن قال تعلموا القرآن واقتنوه قال قباث ولا أعلمه إلا قال وتغنوا به فإنه أشد تفلطا من المخاضي في عقليها حثنا هاشم حدثنا ليث عن إبراهيم بن نشيط الخولاني عن كعبي بن علقمة عن أبي الهيثام عن دخي كاتب عقبة بن عامر قال قلت لعقبة إن لنا جيرانا يشربون الخمر وأنا داعا لهم الشرط فيأخذوهم فقال لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم قال ففعل فلم ينتهوا قال فجاءه دخين فقال إني نهيتهم فلم ينتهوا وأنا داعا لهم الشرط فقال عقبة ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سترى عورة مؤمي فكأنما استحيى موؤودة من قبرها حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثدي بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم وقال الحم والموت حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصل على أهل أحد صلاته على الميت ثم خرج إلى المنبري فقال إني فراط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيدي بن سلامين عن عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر الجهاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرتني أحداهما يحبها الله عز وجل والأخرى يبغضها الله ومخيلتني أحداهما يحبها الله عز وجل والأخرى يبغضها الله الغيرة في الرمية يحبها الله عز وجل والغيرة في غيره يبغضها الله والمخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله والمخيلة في الكبر يبغضها الله وقال ثلاث مستجاب لهم دعوتهم المسافر والوالد والمظلوم وقال إن الله عز وجل يدخل بالساهم الواحد الجنة ثلاثة صانعة والممدى به والرامي به في سبيل الله عز وجل حدنا أبو النضر حدثنا الفرج حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن أبي علي المصري قال سافرنا مع عقبة بن عامر الجهاني فحضرتنا الصلاة فأردنا أن يتقدمنا قال قلنا أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتقدمنا قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أما قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم حثنا يحيى بن آدم حدثنا أبن مبارك عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال إني فراطكم وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لا أنظروا إليه ولست أخشى عليكم أن تشركوا أو قال تكفروا ولكن الدنيا أن تنافسوا فيها حثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري أحدثنا حرملة بن عمران حدثني أبو عشانة المعافري قال سمعت عقبة بن عامر الجهانية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت وقال مرة من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن فأطعمهن وسقهن وكسهن من جدته كنا له حجابا من النار حدثنا أبو عبد الرحمن أخبرنا حيوة أخبرنا خالد بن عبيد قال سمعت مشرح بن هاعان يقول سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق ثميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة حدثنا بكر بن عمر أن مشرح بن هاعان أخبره أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كان من بعد نبي لا كان عمر بن الخطاب حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة أخبرنا بكر بن عمر أن مشرح بن هاعان أخبره أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل اليمن أرق قلوبا وأليان أفئدة وأنجع طاعة حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة أخبرني بكر بن عمر أن شعيب بن زرعة أخبره قال حدثني عقبة بن عامر الجهاني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لا تخيف أنفسكم أو قال الأنفس فقيل له يا رسول الله وما نخيف أنفسنا قال الدين حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر الجهاني يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدوها إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يومين بناقتين كوم وين زهرا وين فيأخذهما في غير إثمين ولا قطع رحمين قال قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك قال فلا أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا أبن لهيعة حدثني مشرح ابنها عانى أبو المصعب المعافري قال سمعت عقبة بن عامر الجهاني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن القرآن في إيهاد ثم ألقى في النار ما احترق حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا أبن لهيعة حدثني أبو المصعب قال سمعت عقبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها حدثنا أبو سمعت حدثنا أبو سمعته حدثنا أبو سمعته حدثنا أبو سمعته حدثنا مشرح ابنها عانى عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أكثر منافقي هذه الأمة لقراؤها حفن أبو عبد الرحمة حدثنا أبن لهيعة عن مشرح ابنها عانى عن عقبة ابن عامر قال قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على القرآن بأن جعل فيها سجدتني فقال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما حفن أبو عبد الرحمة حدثنا أبن لهيعة حدثني مشرح ابنها عانى قال سمعت عقبة ابن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسلم الناس وآمن عمرو ابن العاصي حفن أبو عبد الرحمة حدثنا موسى يعني ابن أيوب الغافقي حدثني عمي اس بن عامر قال سمعت عقبة ابن عامر الجهاني يقول لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأهل قال اجعلوها في سجودكم حفن أبو عبد الرحمة حدثنا ابن لهيعة عن أبي قبيل قال لم أسمع من عقبة ابن عامر إلا هذا الحديث قال ابن لهيعة وحدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة ابن عامر الجهاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلك أمتي في الكتاب واللبن قالوا يا رسول الله ما الكتاب واللبن قال يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل لو يحبون اللبن فيدعون الجماعات الجمعة ويبدون حدثنا أبو عبد الرحمة حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت أبا الخير يقول رأيت أبا تميمين الجيشاني عبد الله بن مالك يركع ركعتين حين يسمع أذان المغرب قال فأتيت عقبة ابن عامر الجهاني فقلت له ألا أعجبك من أبي تميمين الجيشاني يركع ركعتين قبل صلاة المغرب وأنا أريد أن أغمصه قال عقبة أما إن كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما يمنعك الآن قال الشغل حثنا أبو عبد الرحمة حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثني يزيد بن عبد العزيز الرعيني وأبو مرحومين عن يزيد بن محمد القرشي عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعاوذات في دبوه كل صلاة حدثنا أبو عبد الرحمة ثنا حيوة وابن لهيعة قال سمعنا يزيد بن أبي حبيب يقول حدثني أبو عمران أنه سمع عقبة بن عامر يقول تعلقت بقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أقرأني سورة هود وسورة يوسف فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة بن عامر إنك لم تقرأ سورة أحب إلى الله عز وجل ولا أبلغ عنده من قول أعوذ برب الفلق قال يزيد لم يكن أبو عمران يدعوها وكان ليزال يقرأها في صلاة المغرب حدثنا حجاج وحسن بن موسى قال حدثنا أبن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا خير في من لا يضيف حدثنا حجاج حدثنا أبن لهيعة عن مشرح بنها عن المعافري عن عقبة بن عامر قال سمعنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو السمح حدثني أبو قبيل أنه سمع عقبة بن عامر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أني أخاف على أمة إثنتين القرآن واللبن أما اللبن فيبتغون الريف ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين حان عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن مسلمين حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخي الحجري عن عقبة بن عامر الجهاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهج فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله باعت تسعة وتركت هذا قال إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميمة فقد أشرك حان إسحاق بن عيسى حدثنا أبن لهيعة حدثنا كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النذر كفارته كفارة اليمين حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهاني عن عقبة بن عامر الجهاني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه فصار لعقبة جذعة قال فقلت يا رسول الله إني صارت لي جذعة قال ضحي بها حان عبد الله بن الحريث حدثني الأسلمي حدثني أبو علي الهمداني عن عقبة بن عامر قال خرجنا مع عقبة بن عامر في مخرج خرجناه فحانت صلاة فسألناه أن يا أمنا فأب علينا وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يا أم عبد قوما إلا تول ما كان عليهم في صلاتهم إن أحسن فله وإن أساء فعليه حسن حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن عقبة بن عامر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي وكان يكره شرب الحميم وكان إذا أكتحال أكتحال وطرا وإذا استجمر استجمر وطرا حسن حسن حدثنا أبن لهيعة عن عبد الله بن جبير قال أخبرني عبد الرحمن بن جبير أنه سمع عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكتحال أحدكم فليستجمر وطرا وإذا أكتحال فليكتحل وطرا حسن يحيى بن إسحاق حدثنا أبن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكتحال أحدكم فليكتحل وطرا وإذا أستجمر فليستجمر وطرا حسن هارون بن معروف قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من هارون مثله سواء قال أخبرني ابن وهب عن عمري بن الحارث عن عمري بن شعي بن حدثه أن مولا لشرح بيل ابن حسن تحدثه أنه سمع عقبة بن عامر وحذيفة بن اليمان يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ردت عليك قوسك حسن هارون بن معروف قال عبد الرحمن وسمعته أنه سمع عقبة بن عامر وحذيفة بن اليمان يقولان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ردت عليك قوسك حسن هارون بن معروف قال عبد الله وأظن أني سمعته منه قال حدثنا أبن وهبن أخبرني عمر أنه شامع بن أبي رقية حدثه قال سمعت مسلمة بن مخلد وهو قاعد على المنبر يخطب الناس وهو يقول يا أيها الناس أملاكم في العصب والكتان ما يكفيكم عن الحرير وهذا رجل فيكم يخبركم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة فقام عقبة بن عامر وأنا أسمع فقالا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وأشهد أني سمعته يقول من لبس الحرير في الدنيا حرمه أن يلبسه في الآخرة حدثنا هارون بن معروف وسريج قال حدثناه ابن وهبن قال سريج عن عمر قال هارون أخبرني عمر بن الحريفي عن أبي علي ثم متى ابن شفي أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي حدثنا هارون وسريج بن معروف قال حدثناه ابن وهبن أخبرني عمر بن الحريفي عن أبي علي عن عقبة بن عامر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقال ستفتح عليكم أردون ويكفيكم الله عز وجل فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسمه قال سريج ثمامة ابن شفين حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا وهب بن عبد الله عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقال الميت من ذات الجنب شهيد حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا مشرح ابنها عانى أنه قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات مرابطا في سبيل الله عز وجل أجري عليه أجره حسن حسن وأبو سعيد ويحيى بن إسحاق قالوا حدثنا ابن لهيعة حدثنا مشرح ابنها عانى عن عقبة بن عامر قال يحيى بن إسحاق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول كل ميت يختم على عمله إلا المرابط قال يحيى في سبيل الله فإنه يجرع عليه أجر عمله حتى يبعثه الله عز وجل حسن إسحاق بن عيسى وموسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن غلاما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى في حديثه سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم ماتت وتركت حليا أفاء تصدقوا به عنها قال أمك أمرتك بذلك قال لا قال فأمسك عليك حليا أمك حدثناه أبو عبد الرحمن يعني المقرئة حسن يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثني عمرو بن الحريث والحسن بن ثوبان عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بحلي كان لأمه عن أمه بعد موتها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتك بذلك قال لا قال فلا حسن حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو عشان تحي بن يؤمن المعافري أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول تادن الشمس من الأرض فيعرق الناس 표 من الناس من يبلغ عرقه عقبيه ومن همن يبلغ إلى نصف الساق ومن همن يبلغ إلى ركبتيه ومن همن يبلغ العجوز ومن همن يبلغ الخاصرة ومنهم من يبلغ من كيبيه ومنهم من يبلغ عنقه ومنهم من يبلغ وسطى فيه وأشار بيده فألجمها فهرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده إشارة حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا ابو عشانة أنه سمع عقبة ابن عامر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات والقاعد يرعى الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن عمر المعافري عن من سمع عقبة ابن عامر يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا فاستأذنته أن أكل من الصدقة فأذن لي حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا ابو عشانة عن عقبة ابن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك عز وجل من راعي غنمين في رأس الشضية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيام يخاف شيئا قد غفرت له وأدخلته الجنة حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب عن عمري بن الحارثي أن أبا عشانة المعافري حدثه عن عقبة ابن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك فذكر معناه إلا أنه قال يخاف مني قد غفرت له فأدخلته الجنة حانا حماد بن خالد حدثنا معاوية بن صالح عن بحير ابن سعد عن خالد ابن معدان عن كثير ابن مرة عن عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن الجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة حسنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة ابن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر اقرأوا هاتين الآيتين لتين من آخر سورة البقرة فإن ربي عز وجل أعطاهن أو أعطانيهن من تحت العرش حسنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عقبة ابن عامر الجهاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنسباكم هذه ليست بمثبت على أحد كلكم بن آدم طف الصاعي لم تملأوه ليس لأحد على أحد فضل إلا بديء أو تقوى وكفى بالرجل أن يكون بذيا باخيلا فاحشا حسنا علي بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن كعبي بن علق ما تحدثني مولا لعقبة ابن عامر قال قلت لعقبة ابن عامر إن لنا جيرانا يشربون الخمر قال استر عليهم قال ما استر عليهم أريد أن أذهب أجيء بالشرط عليهم قال فقال له عقبة ويحك مهلا عليهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى عورة فسترها كان كاما استحيا موؤودة من قبرها حسنا يحيى أخبرنا ابن لهيعة عن بكري بن سوادة عن رجل عن ربيعة بن قيس عن عقبة ابن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى غير سهن ولا لاهن غفر له ما تقدم من ذنبه وقال يحيى مرة غفر ما كان قبلها من سيئة حسنا علي بن اسحاق حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثني بكر بن سوادة أن رجل حدثه عن ربيعة بن قيس أنه حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهاني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى صلاة غير سهن ولا لاهن كفر عنه ما كان قبلها من شيء حدثنا يحيى بن اسحاق السلاحيني حدثنا ابن لهيعة عن رزيق الثقافي وقوتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن رزيق الثقافي عن ابن شماسة يحدث عن عقبة بن عامر الجهاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يقبل رخصة الله عز وجل كان عليه من الله ذنوب مثل جبال عرفة حدثنا يحيى بن اسحاق حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن ابن شماسة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلمي لا يحل الامريء المسلمين أن يغيب ما بسلعته عن أخيه إن علم بها تركها حانا حسين بن محمد حدثنا ابن عياش عن اسيدي بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن عقبة بن عامر قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عقبة بن عامر صل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك قالا ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي عقبة بن عامر أملك لسانك وابكي على خطيئتيك وليسعك بيتك قالا ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي عقبة بن عامر ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن لا يأتي أن عليك ليلة إلا قرأتهن فيها قل هو الله أحد وقل أعوذ بي رب الفلق وقل أعوذ بي رب الناس قال عقبة فما أتت علي ليلة ليلة إلا قرأتهن فيها وحق لي أن لا أدعهن وقد أمرني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فروة بن مجاهد إذا حدث بهذا الحديث يقول ألا فرب من لا يملك لسانه أو لا يبكي على خطيئته ولا يسعه بيته حدثنا يونس حدثنا أبن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البجادين إنه أواه وذلك أنه كان كثير الذكر لله عز وجل في القرآن ويرفع صوته في الدعاء حدثنا محمد بن بكر قال قال ابن جريج وركب أبو أيوب إلى عقبة بن عامر إلى مصر فقالا إني سائلك عن أمر لم يبقى ممن حضره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنا وأنت كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا على عورة ستره الله عز وجل يوم القيامة فرجع إلى المدينة فما حل رحله يحدث هذا الحديث حتى حجاج ثنى ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران عن عقبة بن عامر أنه قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني سورة هود أو سورة يوسف فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قول أعوذ برب الفلق حسنا يحيى بن إسحاق أخبرنا أبن لهيعة عن شيخ من معافر قال سمعت عقبة بن عامر الجهاني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ الرجل فأتى المسجد كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها عشر حسنات فإذا صل في المسجد ثم قعد فيه كان كصائم القانت حتى يرجع حسنا حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو عشانة أنه سمع عقبة بن عامر يقول لا أقول اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا من جهنم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رجلاني من أمتي يقوم أحدهما من الليل فيعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد فيتوضأ فإذا وضأ يديه إن حلت عقدة وإذا مسح رأسه إن حلت عقدة وإذا وضأ وجهه إن حلت عقدة وإذا وضأ رجليه إن حلت عقدة فيقول الرب عز وجل للذين وراء الحجاب أنظروا إلى عبد هذا هذا يعالج نفسه ما سألني عبدي هذا فهو له حسن حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو قبيل عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته إلى المسجد كتب له بكل خطوة يخطوها عشر حسنات والقاعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين حتى يرجع إلى بيته حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا أبن لهيعة عن عمر بن الحارث عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته فذكر الحديث